السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على رسول الله واهلا بكم معنا النهاردة فيديو جديد النهاردة معنا اداة من اقوى الادوات الخاصة بازالة حساب جوجل من اجهزة كوالكم تعالوا بينا نتعرف على الاداة ونشوف ايه هي المميزات اللي موجودة فيها وايه هي العمليات اللي اقدر اعملها من خلال الاداة بتاعتنا النهاردة الاداة مجانية واداة صغيرة وسهلة جدا فيلا بينا على طول نبدأ الشرح ويا ريت قبل ما نبدأ الشرح نشترك القناة ونفعل زر الاشعارات علشان يوصلكوا اي حاجة جديدة بنعملها على القناة يلا بينا اهلا بيكم معنا النهاردة مرة تانية والنهاردة معنا التحديث الجديد من اداة كوالكم ماستر طول الاداة سهلة جدا وبسيطة جدا طبعا هتلاقي الرابط موجود تحت الفيديو هتحمله برابط مباشر الاداة حجمها عشرين ميجا زي ما هنشوف مع بعض كده تسعتاشر آآ ميجا بالضبط بعد كده هنفتح الملف بالشكل ده هنبدأ ان نبدأ على الاداة علشان نعمل عملية install او تثبيت للاداة بعد كده هنستنى سواني بسيطة كده لما يجيلي الفتح كمسؤول وبعد كده نستنى سواني بسيطة لما يتم تثبيت الاداة بشكل كامل زي ما حضراتكم شايفين اول ما بتثبت معي الاداة بيجيلي الرسالة دي ويبدأ يظهر لايكونة كوالكم زي ما حضراتكم شايفين بالظبط بتظهر لايكونة كوالكم بالشكل ده كده اول حاجة بعملها ببدأ افتح الاداة كمسؤول علشان نتعرف على الاداة ونشوف ايه هي العمليات اللي مدعومها في الاداة طيب الاداة دي خاصة بيه هنشوف كل حاجة بالتفصيل مع بعض اول حاجة وضع الادل وضع الادل هنا موجود فيه اجهزة سامسونج واجهزة هواوي واجهزة اوبو ونوكيا وشاومي ده جميل جدا طيب اول حاجة اختيار لودر من عندك طيب انت تقدر تعمل ايه بتختار اللودر لو انت محمل اللودر اي جهاز كوالكم بقى مش هتفرق نوع الجهاز ايه شاومي اوبو اي نوع جهاز طلقهم معاك اللودر بتاعه او ملف البروج الخاص بالجهاز يعني مثلا زي الملفات دي كده بالزبط اللي موجودة اي بروج زي ده تقدر تسحبه بطريقة سهلة جدا من هنا وبعد كده تقدر تعمل للعملات اللي انت محتاجة يعني لو دخلنا كده وجينا اخترنا اي بروج من دول كده وبعدها هيبدأ يديني العمليات اللي اقدر اعملها اعمل ايه طيب اقدر اعمل ازال ال FRB اقدر اعمل فورمات لليوزر داتا طيب لو انا عملت فورمات لليوزر داتا بيحصل ايه بيمسح الجهاز بشكل كامل اقدر امسح الكاش بتاع الجهاز بعد كده الملفين دول لو عملنا لهم فورمات نقدر نحزف اي معلومات خاصة بالحساب سواء حساب شاومي او حساب هواو اي دي بالنسبة لاجهزة قوالكم بدغطة واحدة وبطريقة سهلة جدا ده بالنسبة لو انت معاك اللودر وحابب تشتغل بطريقة خارجية من الاداة بعد كده حنروح لقايمة سامسونج قايمة سامسونج دي فيها كل الاجهزة اللي حضرتك شايفها دلوقتي طبعا اجهزة A015F تقدر تعملها remove FRB طبعا كل الاجهزة دي مدعومة في الاداة تست بوينت تمام؟ تقدر بعدها تعمل clear FRB من هنا بالنسبة للاجهزة اللي قدام حضرتك دي تمام؟ تقدر تقرأهم بقى او تفتح الاداة وتشوفهم علشان ما نطولش عليكم في الفيديو في قراية اسماء الاجهزة لكن هي دي الاجهزة بالنسبة لاجهزة سامسونج الحملة لمعالج كوالكم بعد كده بالنسبة لاجهزة هواوي هتلاقي برضو اجهزة قليلة جدا مش كتير لكن تقدر تروح تختجيب اللودر من هنا لو اجهزة كوالكم وتعمل نفس الطريقة تقدر تعمل ازال FRB او فورمات للجهاز بعد كده هنروح لاجهزة وبو وحتلاقي طبعا عدد قليل جدا مش كتير تقدر تعملو ايه تعملو فورمات لليوزر داتا او عمل ضبط مصنع وتقدر تعمل فورمات لليوزر داتا وبارتشن وبعد كده تقدر تعمل clear او مسح ال FRB او او حسف الحساب جوجل ده بالنسبة لاجهزة وبو وطبعا اجهزة نوكيا هتلاقي جهازين بس هما تي ايه عشرة تسعة وعشرين وتي ايه عشرة واحد وعشرين تقدر تعمل لهم حسف الحساب جوجل بعد كده اجهزة شاومي واجهزة شاومي هتلاقي الجهازين دول بس اللي هما ريدمي فور اكس وريدمي سيكس برو طيب اقدر عملو ميه تقدر تعمل ازالة لحساب جوجل اللي يعرفني الاداة دي مميزة انك تقدر تضيف وتقدر تقوم بالعمليات اللي هي فورمات ومسح الجهاز او زالة حساب جوجل بطريقة سهلة جدا بعد كده هنروح لقايمة فاست بوت وقايمة فاست بوت مميزة جدا جدا انت بتوصل الجهاز فاست بوت. هيظهر لك او فاست بوت اينفورميشن. طيب دي هتفيدني فيه ہتجيبلك جميع معلومات الجهاز واصدار الجهاز وكل بيانات الجهاز هنا لو الجهاز وصل فاست بوت. هتضغط على الايكونة دي لو الجهاز وصل حيبدأ يجيب معك جميع البيانات بطريقة سهلة جدا وبدون اي مشاكل. ودي مهمة جدا بالنسبة لاجهزة كوالكم واجهزة شاومي واجهزة هواوي الحاملة اللي هو معالج كوالكم. لانها هتقدر تديك جميع معلومات الجهاز بطريقة سهلة وبدون اي مشاكل. بعد كده الجزء المميز جدا في الاذاة وهو عن طريق وهو تفعيل وضع وازالة زي ما حضرتكم شايفين بالزبط. وبعد كده هتضغط هيحزف لك بشكل طبيعي جدا وتدخل على مقالمات الطوارئ نجمة شباك زيرو نجمة شباك وتعمل اتصال وبعد كده تكمل خطوات بشكل طبيعي. والقايمة اللي بعد كده انه يقدر يحولك من اي وضع انت فيه الى وضع الفاست بون. زي ما حضرتكم شايفين اداء جميلة جدا واداء مميزة جدا جدا. فزي ما حضرتكم شايفين اداء بسيطة جدا اداء فيها عمليات كتير جدا خاصة باجهزة كوالكم واداء محترمة جدا جدا. لو انت عندك خبرة كبيرة بالسوفتوير الاداء دي هتقدر تعمل بها حاجات كتير جدا بالنسبة لاجهزة كوالكم. اداء شاملة واداء محترمة جدا جدا. وطبعا بكده النهاردة يكون الفيديو بتاعنا انتهى. ويا ريت ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة. وتفعيل زر الاشارات علشان يوصلكوا اي حاجة جديدة بنعملها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.